أعلنت مورغنستان لرسميا عن الأسهم التي سوف تدخل في مؤشر مورغنستان للأسواق الناشئة من الأسواق في دبي أبوظبي وقطر طبعا تمت ترقية هذه البورصات العام الماضي لتدخل في مؤشر مورغنستان للأسواق الناشئة ولكن تم تحديد الآن الأسهم بحد ذاتها التغيير سوف يكون في الثلاثين من مايو يوم الجمعة عندما تكون كل هذه البورصات مغلقة طبعا هناك تسع عشرة شركة دخلت في مورغنستان لي تسع شركات إماراتية من بورستي دبي وأبوظبي وعشر شركات قطرية من أبرز هذه الشركات طبعا في الإمارات إعمار وأربتك والدار أبوظبي الوطني سهم السوق أو سوق دبي المالي دبي الإسلامي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني هذا هو سوق أبوظبي اليوم مرتفع بستة عشر في المائة كنا قد رأينا تراجعات على المؤشرات وعدد كبير من الأسهم في جلسة يوم أمس وإن كانت التراجعات في المؤشرين لم تكن بكبيرة ترقبا للإعلان عن هذه الأسماء التي ستدخل في مؤشر مورغنستان لي خمسة ألاف ثماني وأربعين نقطة لمؤشر سوق العاصمة الإماراتية لهذا الصباح نلقي نظرة على سهم دانا غاز لأنه عندنا نتائج من شركة دانا غاز الشركة إذن أعلنت عن نتائجها للربع الأول من عام 2014 الأرباح بشكل عام جاءت متراجعة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولكن الأرباح التشغيلية سجلت نموا والإرادات سجلت نموا التراجع في الأرباح يعود إلى تراجع الإرادات من الاستثمار بنسبة 95% طبعا هذه أمور غير متكررة ولكن الأرباح التشغيلية المفرد أن تكون هي الأرباح المتكررة سجلت ارتفاعا جيدا بلغت نسبته 67% لتصل إلى 146 مليون درهم هذا هو سهم دانا غاز متراجع بأكثر من 3% بعد الإعلان عن هذه النتائج نتحدث عن 88 فلسن لدانا غاز نلقي نظرة على القيادات في سوق أبو ظبي اتصالات على ارتفاع بـ 3.5% طبعا سمعنا في جلسة يوم أمس أنها أنهت بنجاح موضوع استحواذ على حصة فيفندي في اتصالات المغرب دار العقرية على ثبات أيضا هذا واحد من الأسهم التي انضمت رسميا إلى مؤشر مورغنستاني للأسواق الناشئة ماذا عن أسهم البنوك في سوق أبو ظبي أيضا هذه الأسهم كلها إذن أصبحت في مورغنستان للأسواق الناشئة أيضا استقرار في الخليج الأول الوطني على ارتفاع بـ 1% والتجاري ارتفاع بأكثر من 1% سريعا نلقي نظرة على التداولات في سوق أبو ظبي لهذا الصباح نتحدث عن تداول 204 ملايين درهم 83 مليون سهم والأسهم الأنشط في سوق أبو ظبي نلقي نظرة عليها على رأس هذه القائمة إشراق العقرية المرتفع بـ 33 مليون سهم طبعا نترقب أيضا الإعلان عن نتائج الشركة اليوم وهي عينة الفرنسي السعودي الفرنسي كابيتل لإدارة موضوع الإدراج المشرك في السوق السعودي إشراق العقرية على ارتفاع بـ 4.5% الأكثر ارتفاعا سهم اتصالات أيضا على هذه اللائحة وتجاري اللائحة الحمراء بشكل سريع في سوق أبو ظبي على رأسها رأس الخيمة للإسمنت وطبعا دانا غاز المتراجع بأكثر من 3% ننتقل إلى سوق دبي أيضا كان قد تراجع ولكن بالنسبة محدودة في جلسة يوم أمس ما زلنا نرى تراجعات بأكثر من 1% 5261 نقطة سريعا نلقي نظرة على إعمار إعمار متراجع بـ 1.4% ما يضغط بشكل أساسي على أداء السوق سهم سوق دبي أيضا مرتفع سهم السوق بـ 1.6% سوف نحدث هذه الأرقام في الفقرات اللاحقة الآن نلقي نظرة على أسعار العملات الرئيسية